أهلا بكم من جديد. النهاردة العالم بيحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية. يوم خصصته المنظمة العالمية للملكية الفكرية لزيادة الوعي بتأثير براءات الاختراع والتأليف والنشر وكمان العلامات التجارية والتصميمات. الحقيقة مصر من أوائل الدول اللي في العالم اللي اهتمت بهذا الملف حقوق الملكية الفكرية. أطلقت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية للحفاظ على حقوق المؤلف وكل المصنفات الفنية وكل الأنشطة المرتبطة بالإبداع وإبداعات العقل. النهاردة هنترح سؤالي إزاي ممكن الملكية الفكرية تحقق تنمية اقتصادية في المجتمع. معانا في الستوديو من ورنة في الستوديو صباح الخينة مصر دكتور عبدالله نور الدين عضو لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة. أهلا بك دكتور. أنا وسان بحضرتك. يعني قبل ما نتكلم عن علاقة الملكية الفكرية بالتنمية وغيره. حابين نبسط للسادة المشاهدين لمن لا يعرف تفاصيل كتير. إيه المقصود بهذا المفهوم. مفهوم الملكية الفكرية. خصوصا أن النهاردة المنظمة العالمية للملكية الفكرية. بنحتفل باليوم العالمي لها. إيه المقصود بالملكية الفكرية أنواحها وأهميتها. أهلا بسهلا بحضرتك وصباح السعيد على حضرتك. الحقيقة فعلا أن الملكية الفكرية هي بتحمي. وحماية حقوق الملكية الفكرية هي بتحمي إبداعات الزهن العقل. أي مكانة صورته. هل صورته صناعية، تجارية، أدبية، علمية، فنية. فمن الممكن أن يكون الإبداع الزهني يطلع في شكل منتج جديد. فنحميه عن طريق براءات الاختراع. ومن الممكن أن يطلع في شكل علامة تجارية. لوجو أو شعار بيمثل شركة أو مؤسسة أو فرد. فنقدر نحن نسجله ونحميه عن طريق العلامات التجارية. ومن الممكن أيضا أنه يطلع في شكل لحن موسيقي أو لوحة فنية. فنقدر نحن نحميه عن طريق حق المؤلف. أو يطلع في شكل أداء صوتي لغناء مثلا أغنية أو عصف موسيقي. فبنعتبره حقوق مجاورة اللي هو فنان الأداء. فصور متعددة والحقيقة أن ليه أبعاد كتير اقتصادية وثقافية واجتماعية. بتسعى كلها إلى حماية الإبداع الزهني والفكري. الحقيقة أن المنظمة العالمية الملكية الفكرية حددت يوم 26 أربعة. بالاتفاق بين الدول الأعضاء في المنظمة العالمية الملكية الفكرية. اللي هي WIPO أو الوايبو. علشان يكون يوم اللي أطلق فيه وتم إنشاء فيه المنظمة. للاحتفال بيوم العالمية الملكية الفكرية. الحقيقة زي ما حركتها فضلت وقلت أن مصر كان لها صبق. من خلال المصر القديم اللي احترم الملكية الفكرية بشكل غير مباشر. اعتبرنا أنه ينسب ليه أول بادرة لحماية واحترام حقوق الملكية الفكرية. لما كان ذكر في كتاب الموتى وقال أن في حالة الوفاة بيكرر المتوفى بعدة إقرارات. كان من ضمنها أنه لم يختلس أقوال غيره. فده كان فيه تقدير من المصر القديم لحقوق الملكية الفكرية والحق المؤلف بشكل خاص. بنلاقي كده على السوشال ميديا خلينا نتكلم على أبسط أنواحها وأبسط أشكالها. الحاجات اللي احنا بنستخدمها كل يوم. بنلاقي على السوشال ميديا حد واخد بوست من عند حد تاني وحطه. ويكتفي بكلمة منقول. هنا بقى صاحب البوست الأصلي بيبقى مدايق قوي. صحيح. يقول أفكاري ومجهودي ومش عارف إيه. والشخص الآخر بيكتفي بكلمة منقول. هل ده بسبب زيادة الوعي. الناس بقت تقلق أن يتقل عليها سرقة مجهود غيرها أو مختلسة مجهود غيرها. بقت تكتفي بدأة لحماية نفسها. ولا أصلا بقى فيه نوع من أنواع الوعي. وبقى فيه ترسيخ لفكرة أنه حتى وإن لم أذكر المصدر. خليني أقول أنها مش فكرتي ومش كلامي. مفهوم. هي فكرة حريك مظبوطة. والحقيقة المفروض يبقى فيه أكتر من كده. بقى كله زي ما عليك تفضلت. يقولت بيقول أن ده منقول من صفحة كذا أو من وهكذا. لكن المفروض أن ده فيه حاجة اسمها حقوق أدبية. لأن حقوق المؤلف لو المكتوب ده يتمتع بالابتكار أو الأصالة. أنه يقول دكتور محمد ما بشوفه. اللي هو كده. بقول ده اللي كده دكتور محمد. فده ما تبقى عليها البصمة الشخصية للمؤلف أو الأصالة. فلو هي تتمتع بالأصالة. ففي الحالة دي تتمتع بحقوق المؤلف. بالتالي يكون لها حقوق مالية وحقوق أدبية. حقوق الأدبية أهم حاجة فيها أنها تنسب لصاحبها. لأنني أقول أن دكتور محمد هو اللي كتب هذا البوست أو هذه المقال أو هذا الأمر. وبالتالي لو هو ما نكون من كذا. من المفترض أنه ينسب الأمر إلى صاحبها. فنقول أنه ده يخص فلان الفلاني. علشان أقدر أنني أحفظت الحقوق الأدبية. والحقوق الأدبية غير قابلة للتنازل. لأنني لا أقدرش أقول فلان هو صاحبها. لا أمتلك هذا الحق حتى أنا شخصيا. وبالتالي ومالهاش أي مدة. يعني مدة حماية حقوق المؤلف بشكل عام هي طول حياة المؤلف. وخمسين سنة بعد الوفاة. وإحنا الآن في إطار تعديل هذه المدة. لتصبح سبعين. اقتضاءاً بالمشرع الفرنسي والمشرعين الدول الأخرى المقارنة. والحقوق ده في مصحة. يعني برضو نوضح للسادة المشاهدين فلسفة المشرع المصري في تناول أحكام الملكال فكرية. إحنا عندنا قسمين رئيسيين للملكال فكرية. القسم الأول هو الملكال الصناعية. اللي بيخش فيه براءات الاختراع والعلامات التجارية. ورسوم ونمزج الصناعية التصميمات الصناعية والأصناف النباتية. وما هواء إلى ذلك. والقسم الآخر هو الملكية الأدبية والفنية. اللي بيخش تحته حق المؤلف والحقوق المجاورة. المشرع المسيئ يعلم أننا لسه لم نستطع تدارك أننا نكون من الدول الكبيرة في مجال الصناع والتكنولوجيا. فوضع قواعد كويسة تحمي حقوق المبدعين والمبتكرين في المجال الصناعي. ووضع استثناءات بسقف كبير علشان تمنح المجتمع حقوق على هذه المبتكرات. على الجانب الآخر المشرع يعلم جيدا أننا من الدول مصدرة للصناعات الثقافية. ولمنتج الثقافي في الفنون والعلوم والأداب. وبالتالي وضع سقف حماية كبير جدا 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 للمؤلفين. ووضع استثناءات على سبيل الحصر. عشان المجتمع يقدر يستفيد من هذه الأمور دون أن يخل بي حقوق المبدعين. هاخد من كلام حضرتك بقى كلمة مهمة جدا. دي المدخل بقى لعلاقة الملكية الفكرية بالاقتصاد والتنمية. وما يعرف كده بالاقتصاد الإبداعي أو الاقتصاد الثقافي. الصناعات الثقافية والإبداعية إزاي أحول فكرة لسلعة. وإزاي دلوقتي الاقتصاد في العالم كله مش مبني على الفكرة التقليدية الأديمة. المشروعات والمصانع والأصول الثبتة. يعني الاقتصاد الأمريكي أغلب أصوله هي أصول أفكار إبداعية. غير ملموسة وغير مادية. إحنا في مصر عندنا تراث هايل جدا. من الحرف والأفكار والتراث الشفاهي وغيره جدا. يمكن أن يكون قوة حقيقية وقوة الاقتصاد. علاقة هنا بقى الملكية الفكرية بهذه الأصول الثقافية. عشان نتكلم على ده اقتصاد المستقبل. عشان يبقى فيه تنمية حقيقية مستدامة. صحيح. كلام حرف مظبوط. والحقيقة أن مصر تتمتع بمخزون ثقافي كبير جدا جدا. يقدر يأهلنا أن نستغل ونستخدمه في صناعات إبداعية. بتواكب الرقب العالمي والتطور الحديث. فنقدر نعمل صناعات ثقافية جديدة. نقدر نصدرها لجميع دول العالم. نقدر نستفيد من التجارب الأجنبية. عندنا التجربة الكورية. قدرت أنها تستغل الملكية الفكرية في تحقيق تنمية اقتصادية عظيمة جدا. وقدرت أنها استعتمت على التراث بتاعها. في النهاية تستخدمها في صناعات ثقافية تأخذ بها العالم. ركزت عملت خطة. قسمتها لأقسام. وبتريد أنها تركز على قطاعات بعينها. فنقدر نقول أن كوريا قدرت تحقق سنة 2019 في مجال الملكية الأدبية والفنية. لأنها حق المؤلف والتراث الثقافي. 10 مليار دولار عوائد اقتصادية على الدولة. وبتطمح أنها في حلول عام 2027 يبقى 25 مليار دولار. إزاي قدرت أنها تستغل ده بأفكار بسيطة جدا. وباعتماد خطة تنمية مركزة على قطاعات بعينها. طيب نيجي نتكلم عن الواقع المصري. الواقع المصري إحنا بنامتلك زي ما حاركت أفضل تقول. مخزون كبير جدا. نستغله إزاي. إن إحنا نركز على الموروث الثقافي. ونبتدي نعمل صناعات ناشئة تعتمد على هذا الأمر. وزارة الثقافة حتى الآن لأن إحنا في صدد إنشاء جهاز مصري الملكية الفكرية. هيلم كل أواصل الملكية الفكرية عنده هو. هل أنا عندي خريطة كده إبداعية أو خريطة بصناعات ثقافية. أعرف أماكن بتوجدها فين والتميز على مستوى الجمهورية كلها؟ صحيح. الوزارة الثقافة قامت بدور كبير جدا في هذا الأمر. عملت حصر لكل الصناعات أو كل التراث الثقافي المصري في قوائم. يتبقى التصنيف ويتبقى الترويج والتصويق. ده له علاقة بالمشروعات اللي شغالة عليها توثيق التراث. إحنا عندنا حاجات تم توثيقها بفعل. هل يعني الاثنين بيتكملوا بشكل أو بآخر؟ أم لا هي حاجات بشية باراليل أو بشكل متوازي. ولكن في نهاية الطريق هي بتؤدي لنفس المكسب يعني. صحيح. صحيح. هي فكرة الصناعات الثقافية أمر. والتراث الثقافي غير المادي أيضا أمر آخر. مصر حد الوقت مسجلها 8 عناصر في منظمة اليونسكو باسمها. حاجة مشارفة جدا. والحاجة أن وزارة ثقافة وهيئات المجتمع المدنى أيمين بدور كبير جدا في هذا الأمر. وقدرنا أن نسجل 8 عناصر. وال8 عناصر الدول نستغلل. فترة قليلة يمكن. ده حقيقة. قبل 2012. وتلاتة كان أول بداية الاتفاقية. بس يمكن ابتدى يحصل التوثيق بعدد كبير من بعد 2012 يمكن أو 2013. صحيح. فالمفترض أن نستغل لهذه القوائم. نعمل تصنيف لهذه العناصر التي نمتلكها. ونبتدي الحياة. وزارة ثقافة عملت أنشاء شركة للترويج والتصويق. وتبني هذه العناصر والترويج لها. نفترض أن نعمل تصنيف بقى. بعد التصنيف نعمل خطة تصويقية. علشان نقدر نخزو بيها الأسواق المصرية. ونبتدي نطلع لبرة ونصدر برة. الحقيقة أن المستثمرين الوطنيين وفيه مستثمرين أجاني بتريد يدخوا استثمارات في هذا المجال. فتحول زي محركة تفضلت وقلت. أن الاقتصاد القائم على المصانع وما شابه بقى بيتضاقل. فبقى بيمثل في أمريكا مثلا 10%. 90% هي صناعات طائمة على الأصول غير الملموسة. بمناسبة الحاجات التي تسجلت مثلا في اليونسكو. مصر سجلت الأرجوز مثلا. صحيح. هذا كان إنجاز عظيم جدا. أنه ده تراث مصري أصيل. وبالتالي أنا ممكن أستخدم أو أستغل فن خيال الظل أو فن الأرجوز بشكل كبير جدا. أنا أروج لثقافتي. وبالتالي يبقى منتج ثقافي. صحيح. داخليا وخارجيا بشكل كبير. صحيح. السؤال لحضرتك بقى فيما يتعلق بالوعي الناس بقى. هل أنا عندي وعي بالملكية الفكرية؟ وده دور اليوم النهاردة. صحيح. يوم يوتى وعية بحقول الملكية الفكرية. من يمتهن الصناعات والحرف الثقافية والإبداية؟ عنده الوعي بقيمة هذه الصناعة كقيمة مضافة للاقتصاد ولا إزاي؟ برؤية حضرتك أزيد الوعي في المجتمع بأهمية الملكية الفكرية. وإنها في النهاية بشكلام نظري وكلام فكري. لا ده كلام بيترجم لعوائد اقتصادية مهمة جدا. اقتصادات دول كبرى بتقوم عليها. صحيح. كلام حالك منظبوط برضو. هم نتكلم أن دلوقتي الثقافة بالنسبة للمجتمع. ونتكلم على ريادة الأعمال ورجال الأعمال. فيما يخص المجتمع إحنا محتاجين نعم مجهود أكبر. علشان ننشر ثقافة الملكية الفكرية. وإن الناس تحترم حقوق الملكية الفكرية. وعلشان هو في يوم من الأيام هيبقى هو صاحب حقم الكيف الفكرية. فبالتالي هو مش يبقى مبسوط أن يعتمي الاعتداء على حقوقه. فيما يخص مجال ريادة الأعمال والاستثمار. فالحياة اللي بقى فيه وعي كبير. وبنقوم بتقديم دورات تدريبية وندوات بشكل منتظم. لتوعية الرواد الأعمال بحقوقه. فالحركة دلوقتي تجد أن المشروعات بقت قائمة على أفكار. وبتترجم لأرقام كبيرة. فكثير من الشركات المصرية كانت قائمة مثلا على تطبيق إلكتروني. وتم بيعيها بأرقام مليارات الدولارات. فتحول الأمر من أننا نقول أن الملكية الفكرية رفاهية إلى أمر حكم. يجب علينا كلنا أن نحترمه ونسعى إلى حمايته بأوسع الطرق. طيب تحقيق تنمية المستدامة اللي بنتكلم عليها. كيف يتم تحقيق تنمية المستدامة من خلال الحفاظ على الملكية الفكرية؟ حالك قلت أن فيه في كوريا تم تحقيق عوائد كبيرة جدا. يمكن إحنا من الأوائل الدول ولكن إلى الآن الموضوع ماديا للسلام ينعكس علينا. إحنا إزاي ده ممكن ينعكس علينا ونقدر نحس أن إحنا فعلا بناخد خطوات على الأرض. مقابل ما نقوم به من مجهود. صحيح. الحقيقة أن أهداف التنمية المستدامة هي 17 هدف. الملكية الفكرية تدخل في أكثر من هدف من هذه الأهداف. كوريا اعتمدت خطة. من سنة 62 حطت خطة للتنمية. قدرت تحققها على مدار 30 سنة. حرادت لوعكة اقتصادية زي اللي احنا نمر بيها بالزبط. وقدرت تقوم مرة تانية من خلال أليات الملكية الفكرية. اعتمدت من أزمة البطالة. المعادلة البطالة قال. زودة الانتاج المحلي. بتعتمد على الصادرات الوطنية للخارج. فكل ده أثر على الاقتصاد الكل. بقى فيه قوة لهذا الاقتصاد. وأصبح من أقوى الاقتصادات الموجودة في العالم من ناحية الابتكار. طيب. إحنا نعمل إيه؟ أعتقد الخطوة الأولى. إن إحنا أعتقد أن إحنا محتاجين نشكل لجنة. اللجنة دي تكون من ضمن أفرادها خبراء في مجال الاقتصاد. خبراء في مجال القانون. خبراء في مجال العلم الاجتماع. علشان نوضع خطة محورها الرئيس هي الملكية الفكرية. من ضمن محاور حقيقة إن الدولة أطلقت توجيهات بشأن الاستراتيجية الاقتصادية في الفترة القادمة من 2024 إلى 2030. الحقيقة من الممكن أن يتم تضمين هذه الخطة محور يتعلق بالملكية الفكرية. يكون أساسه هو الاعتماد على الملكية الفكرية لتحقيق التنمية الاقتصادية. إزاي من خلال الاعتماد على العناصر الثقافية وطلع منطق ثقافي أخذوا بي العالم. الكوريا قدرت بمسلسل. صحيح. واحد مسلسل كان مخصص ليه كبار بيعتمد على فكرة لعبة. لعبة فيها جزء رعب شوي. اتحولت للعبة. اللعبة على الابليكيشنز الأطفال بينزلوها كل دي حقوق وعوائد مالية بتبقى مخصصة للدولة. ونشر اللغة الكورية الأطفال بتغني الإطمية بتاعت. اللعبة هم مش عارفين معناها. ولكن تقريباً اللي هم شايفينه بيشوفوا الرذم بيمشوا عليه. وكبير بدأوا يقولوا المنطوق بتاع الكلمات اللي موجودة. فيعني ده أعتقد أنه على أكتر من مستوى فيه فايدة. صحيح. كنا ما عليك مظبوط الحقيقة. إن فعلاً حتى فيه نوع من الأغاني الكورية. ابتدى يلقى قبول لدى الجمهور العام في جميع دول العالم. فبقى بيحقق عوائد للفرق اللي بيؤثر على الاقتصاد الجزئي. اللي بيؤثر بدوره على الاقتصاد الكلي لكوريا الجنوبية. أيضاً إحنا عندنا صناعة كبيرة جداً في مجال الصناعة السينما. السينما. السينما صحيح. السينما إحنا من الرواد الصناعة السينما في الشرق الأوسط. وعندنا مخزون كبير جداً. وتلفزيون المصري عنده مخزون كبير جداً. نقدر إحنا نستغله بشكل جاي جداً. من إحنا يحقق عوائد مالية لمصر. محتاجين بس نركز أكتر على المحتوى اللي بيتم تقديمه. ورافع جداً. صناعة المحتوى وإن إزاي أعيد توظيف هذا التراث الغير مادي بشكل مختلف. يعني إحنا مثلاً عندنا الحكايات الشعبية والتراث الشعبي والموال والأغاني. دي كلها مفردات. أنا ممكن أشتغل هنا صناعة محتوى مختلف. وقدمها. وزي ما كوريا بتقدمني المنتج الثقافي بتاعها. أنا أقدم المنتج الثقافي اللي هو بيمثل الثقافة المصرية. صحيح. طيب. أنا لو عايز أتكلم مع حضرتك فيما يتعلق بالتصويق. لأن دي نقطة مهمة جداً. أنا ممكن أعمل إبداعات عظيمة جداً ورائعة. وعندي في مصر كده يعني نقطة نور في الصناعات الحرفية. بس عندي أخميم الحرير في الصعيد في المنوفية. عندي سجاد الكليم اليدوي. عندي حاجات كده مميزة للصناعة اليدوية المصرية. بس بتقف عندي فكرة التصويق. إزاي أفتح أبواب للتصويق داخلياً وعالمياً كمان. صحيح. ده فين في الاستراتيجية الوطنية للملكة الفكرية؟ الحالة الاستراتيجية الوطنية تم إطلاقها في سبتمبر 2022. وتضمنت أدة محاور. كان من ضمنها العنصر الاقتصادي. والتصويق ليه بالزبط. يعني زي نقدر نستغله ونسوق ليه. زي ما حركت تفضلته قلت إن إحنا محتاجين تسويق جيد. لأن لا يكفي إن أنا أكون بمتلك الحرفة أو بمتلك التكنية. ومحاتش عارف عن حاجة. وبالتالي إحنا المفروض إن إحنا يكون فيه توجيه وتسويق. في البداية الدولة توجه. إحنا محتاجين نركز على قطاعات كذا وكذا. بعد كده يتعامل خطة تسويقية. علشان أقدر أخذ بيها العالم كله. زي ما حركت تفضلته قلت إن إحنا بنقول إن كوريا سبقت. كوريا تجربة ملهمة جدا وشبيهة لنا. ونقدر إن إحنا نستغلها في تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل كبير جدا 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 جدا. محتاجين بس الأول زي ما حركت قلت. نعمل حصر تصنيف تسويق. شكرا جزيلا دكتور عبدالله نور الدين عضو لجنة حماية الملكية الفكرية في المجلس الأعلى الثقافة. نورتنا وشرفتنا. شكرا جزيلا يا فادي. شكرا جزيلا لجهة حضرتك.